ما ضاع حق وراءه مطالب ومن هذا المنطلق بدأت مؤخراً مجموعة من المحاكمات في عدد من الدول الأوروبية لعناصر تابعين لنظام الأسد منهم من أعلن سابقاً انشقاقه ومنهم من لم يفعل بعد ولا يزال يجاهر بجرائم الحرب التي ارتكبها رغم وجوده في أوروبا في الرابع والعشرين من شهر فبراير شباط الماضي أصدرت محكمة كوبلنز العليا في ألمانيا حكماً بالسجن لأربعة سنوات ونصف على إياد الغريب تحت تهمة اعتقال مدنيين عزل والزج بهم في فرع الخطيب في دمشق وهو عنصر مخابرات منشق عن نظام الأسد في العام 2012 فيما لم يصدر بعد الحكم على زميله المتهم في ذات القضية وبعد ثلاثة أيام فقط برأ القضاء الفرنسي الضابط المنشق سام كردي بعد محاكمته تحت تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وفي خضم الأخبار عن المحاكمات تنتشر صور جديدة لمجد نعمة المعروف باسم إسلام علوش ظهر فيها مهشم الوجه بعد عام على اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية وهو المتهم أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه مناصب قيادية في فصائل المعارضة الآن سترتاح أرواح المعذبين في أقبية نظام الأسد هكذا علق نشطاء على الأحكام الصادرة مؤخراً معربين عن أملهم في أن يقدم مجرمو الحرب للمحاكمات العاجلة وأن تشمل هذه المحاكمات عدداً أكبر من المرتكبين وهو مطلب مشروع لكن ماذا عن كبار مجرمي الحرب المقيمين في أوروبا وأتباعهم؟ فمن المعروف أن بعضهم له استثمارات وأرصدة لم يمسها أحد منذ عقود كالرفعة الأسد المسؤول الأول عن مجزرة حما الشهيرة في العام 1982 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين فكما الأخلاق لا تتجزأ العدالة أيضاً ماذا حل بكيفورك الماسيان؟ الذي لم ينفك عن امتداح الأنظمة القمعية وتمجيد مجرمي الحرب والخطاب العنصري الذي وجهه حتى ضد الألمان ماذا عن عشرات العناصر التابعين للتنظيمات الإرهابية والذين ما زالوا يصولون ويجولون في شوارع أوروبا؟ أسئلة مشروعة تتردد على ألسنة السوريين التواقين للعدالة فهل من مجيب؟ اشتركوا في القناة